موسيقى اهلا بكم الى موجز اخبار الان سيطرت قوات مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية العراقية غلى مبنى محافظة كاركوك الواقع وسط المدينة بعدما انسحبت قوات البشمورج المسؤولة عن حمايته ودخل قائد الشرطة الاتحادية مبنى المحافظة وسط احتفالات واسعة للأهالي بحسب ما افاد بيان رسمي اعلن مسؤول في وزارة النفط العراقية الاثنين وقف ضخ النفط من حقلي هافانا وباي حسن الذين تسيطر عليهم قوات البشمورج التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بدورها اكد مسؤول في شركة نفط الشمال توقف الانتاج من الحقلين الذين كانت تديرهما وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان منذ حزيران يونيو من عام الفين واربعة عشر سيطرت قوات سوريا الديمقراطية الاثنين على ثلاثة احياء في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا بعد اشتباكات مع غناصر تنظيم داعش الثلاثمائة والرفضين للاستسلام ضمن المرحلة الاخيرة من معركتها للسيطرة على المدينة وقالت الناطقة الرسمية لقوات غرفة عمليات غضب الفرات جهان احمد قالت ان قواتهم سيطرت على احياء المطحنة والمطار والاندلس وبدأت بتمشيط المدينة من ستة محاور فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة على كوريا الشمالية الاثنين في اطار الجهود الدولية الرمية الى معاقبة نظامها بسبب برامجه النووية والباليستية ووقع وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في لوغسنبورغ على حزمة جديدة من الاجراءات تتضمن حظرا على الاستثمارات في كوريا الشمالية وعلى تصدير دولهم النفط الى بيونج يانج بحسب بيان صادر عن التكتل ضربت عاصفة غير مسبوقة ايرلندا وتسببت بمقتل ثلاثة اشخاص والقطاع الكهرباء عن مائة الف منزل ومؤسسة تجارية فيما تقرر اغلاق جميع المدارس في البلاد غدا الثلاثاء وسط تحذيرات السلطات من امكانية تعرض حياة السكان للخطر وتم خفض مستوى اوفيليا اكبر اعصار يسجل على الاطلاق شرق المحيط الاطلسي وشماله منذ عام 1939 الى عاصفة قبل ان يضرب الساحل الارلندي الا انه كان قويا بشكل دفع خدمة الارصاد الوطنية الى اصدار تحذير شديد من خطورته تدول مغردون فيديوهات لجسم غريب في السماء مساء اليوم وشهد في اماكن مختلفة من الامارات واكد مركز محمد بن راشد للفضاء مرور نيزك في سماء دبي فيما رجح ابراهيم الجروان مساعد مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك ان تكون الاجسام الغريبة التي شهدت في عدة مناطق من الامارات الشمالية وامارة العين هي عبارة عن نيزك الى اللقاء نشكركم على متابعة قناة التلفزيون الان على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك او سوبسكرايب وانا عجبكم ذلك لا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك اشتركوا في القناة